السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم اخوان رايحين نزور الفتى الشاب احمد ومره يعني 13 سنة نقدر نقول انه يعني فتى شاب المهم رايحين اليوم نزور ورانو علي اهله طلع من اللي نعيش والحمد لله والان بنقدر المرة الاولى بتاع اخو باكا في الاناية المركزة معرفناش حالكيته طلع على الغرف ونروح نسلم على الجماعة طبعا قلت لكم هو جموه من جنين على مستشفى الاستشارية اللي هو جمنا في رمضة يعني قريب علينا ففي مجال نقدر نروح نزوره اه ونشوف نسأله بالظبط وناخد قلنا لكم معلومات عن الاعراض جيد اخبت معلومات انا قلت لكم عني شو صار معو وضوه كان واصل مرحلة الموت لكن الحمد لله مش تعسس ياخوان التحسس اشي ثاني والاااالتخطر بالدم ونزول الصفائح الدم اشي ثاني عرفته ياني لو اكون معو تحسس صار العنكبوت معتد للصوم أن الحساسية زادت خطورة لكنه ليصار معها شغلات تانية غير الحساسية فهاي معلومات منيحة ياخوة مدد للخوصة خميس جمعة ساعة ثلاثة أيام طبعا اليوم يا إخوان نطلع أحمد من العناية المركزة اللي كنت لكم عنه بلد غير عن كبول مكان اللبغة كان حساس هنا كثير طبعاً العناكب الأرامل بشكل عام سنحن اشتر على العصاب وؤثرت عليه على العصاب والدم لو انها تكون صار معه تحسس ويكون التحسس مش سبب في نزول كريات الدم اللي هي صفائح الدم في صفائح الدم لكن اللي تتحسنها بطلعت لمية وعشرين صار بيع كله الدكتور انها طلعت من مية وعشرين من ستين لمية وعشرين طبعاً الحمد لله تحسن ويبدأ الورا مخيف ويطلع من العناية الحمد لله كل شيء تمام أحمد يعني كم يوم بتروح بس هاي العناكب بتعمل تسمى تسمى أنا بعرف أخباً بتسمى بنى الواحد بتعمل له اكتئاب نفسي اشي طبيعي غير المضاعفات الثانية بالأخص اللي بتشترع العصار يعني لسه الحياة اسهل من العناكب بكثير طبعاً اخوة الشب أحمد والشباب قرية المغير قضاء جنين يا أخبان في عندنا مغير رمالله في واحد شبكة ابلي مغير رمالله طبعاً في قرب جنين في ناس بيرخوش والفحمد الله على سلامته وإن شاء الله بطلع على الضار أكم من يوم إن شاء الله بعد معناها بالعناية المركزة وصل لمرحلة في المستشفى نفس روح نفس روح ضغطه نزل ضغطه وصل عنده سعبين واربعين اكسجين 63 اكسجين نزل عنده 63 لكن زي ما قلت لكم حتى لو صار عنده تحسس سم العناكب بشكل عام بفرض التحسس على الجسم حتى لو فيش عندك تحسس مرات بعملك تحسس سم عيلة الأرامل بشكل عام بيشتر على العصاب كمان تعرفتو؟ يعني الأعراض اللي صارت معه أعراض واضحة جداً سم عصبي حتى لو كان معتدل السم مكان الكرسة لما يكون كريب على الزور يعني فيه واحد ضغطه نحلة في جوه التم ورأه قبل فترة لكن الخطر وين انه الادفاخ إذا وصل الكصبات الهوائية لو كانت نحلة ونفخت بتسكر وتبطع الأكسجين عنه يعني الحمد لله الأمور تمام وأحمد تحسن كثير ونتمنى السلامة للجميع والآن بلش الصيف يا أخوان اليوم مسكوا حياة يا خير الله الناس واللي مكروس من عنكبوت لكن حسب المكان أحمد ماشي تمام؟ تعرفو؟ تعرفنا أحمد؟ نوعا نوعا نتكر اسمي؟ نعم نعم طبعا أحمد صار عنده عشان العصاب شوي كان عنده تقل بالحكي كان عنده تقل بالحكي أولها من شدة العصاب طبعا هذا الحكي يا أخوان صار مع شخص مرة كرسوا الصلة الأسود الأرملة السوداء أعطيكم معلومة عنها الأرملة السوداء أحمر أعراضها مثل أعراض الصلة الأسود عرفتو كيف؟ بعدين تصير تتصنّف أشكال نفسها أرملة من العيلة لكن على اختلاف بصير السم يضعف لكن لا نستطيع أن نكون خفيفة متوسطة لكن إذا كان الكرسة حساسة ما قلت لكم بصير خطر نفس أعراض الأرملة السوداء تعمل الصلة اللي كرس الصلة جبته عندي هناك فيديو على اليوتيوب شرح لي بالضبط كان لي أنا صرت زي السكران وبحكي وبخربط ليش؟ لأنه بأثر على أعصابه فهذه معلومات أنا كنت أجيبها من المكرسين نفسهم الصلة لدينا مرة واحدة أخوان مرة علي واحد ينكرس منه فكان فرصة ونأخذ معلومات شو بصير معاها؟ طبعا الأرملة السوداء العادية بحكي الخطة أعراضها نفس السم مؤتد اللي تسومنا عم يجوز لو كانت كرسة مثلا أحمد في الإجر ممكن تختلف لكن المنطقة هنا قريبة على مجمع أعصاب الرقبة الوجه والزبط على الدنين عرفتوا كيف عشان هيك بصار عندهم مضاعفات قوية وهذا اللي صار يا أخوان وإن شاء الله ما تشوفوا شاطر والحمد الله السلام عليكم لا تنسى يا أخوان فضلا وليس أمرا اللي بحب يتابعني على تيك توك هيرابط التيك توك على الوصف وعلى التعليقات والسلام عليكم